وبناء على توجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايدا لنهيان رئيس الدولة حفظه الله ورعاه بتوحيد الأنظمة التعليمية على مستوى الدولة بما يلبي متطلبات التنمية الشاملة ويحقق الأهداف الوطنية العليا ومتابعة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حكم دبي وبدعم من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايدا لنهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة أعلنت وزارة التربية والتعليم ومجلس أبو ظبي للتعليم عن توحيد النظام التعليمي على مستوى الدولة ضمن خطط عملاء للارتقاء بالتعليم والنهوض به بما يلبي متطلبات الأنجدة الوطنية وتحقيق رؤية الإمارات 2021 بالتركيز على تطوير نظام تعليمي رفيع للمستوى ويشكل إعلان توحيد النظام التعليمي على مستوى الدولة بداية استثنائية للعام الدراسي 2017-2018 بقيادة وزارة التربية والتعليم للعمليات المدرسية في العاصمة أبو ظبي لتعميم نموذج المدرسة الإماراتية على مستوى الدولة والتي تهدف لتقديم نموذج رائد للتعليم بمناهجها ومهارات طلابها ومساراتها وأساليب تقييمها وإرساء نظام تعليمي في المدارس الإماراتية يتميز بالمستوى الرفيع الذي ينسجم مع رؤية قيادتنا الرشيدة وإيمانها الراسخ بأن أبناءها الطلبة هم المورد الأهم وسط موارد الدولة ولهم الحق في الحصول على تعليم عصري عالمي يواكب طموح الإمارات وخططها المستقبلية وبموجز الاتفاق وبموجب الاتفاق توحيد النظام التعليمي بين وزارة التربية والتعليم ومجلس أبو ظبي للتعليم ستقوم الوزارة بتوحيد النظم والسياسات والممارسات التعليمية بين كافة المدارس الحكومية في الدولة والمدارس الخاصة التي تطبق نظام الوزارة وتعميم نموذج المدرسة الإماراتية عليها بما يعزز كفاءة النظام التعليمي في الدولة ويحقق الاستفادة المثلى من الموارد المتاحة وصولا إلى خطة وطنية موحدة للنهوض بأداء المنظومة التعليمية في الدولة موسيقى موسيقى